شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اليوم معرض الخدمات الأمنية والشراطية للأمن العام والذي جاء حافلا بمزيد من المشاريع الأمنية والإنجازات العملية وأطلق مشاريع جديدة تعكس ما إنجازته مسيرة التطوير والتحديث التي تمضي وفق منظمة متقدمة بتعليمات من معالي وزير الداخلية وتمثل منهاجا للعمل الأمني وتعزيزا للقدرات الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية وبهذه المناسبة أعرب معالي الوزير عن أسماءات الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائل الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه على دعم وإسناد جهود وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن وتعزيز المكتسبات الوطنية مما كان له الفضل في زيادة كفاءة الأداء الشرطي وترسيخ مسيرة التطوير والتحديث في المنظومة الأمنية مشيدا معاليه بالمتابعة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودورها في تطوير الأداء الأمني بالكفاءة والجاهزية المطلوبة وأشار معالي الوزير إلى أن ما يرضمنه معرض الخدمات الأمنية والشرطية للأمن العام من مشاريع وعروض لمعدلات الأداء يعكس واقع استراتيجية التطوير والتحديث للتحول من شرطة تقليدية إلى شرطة عصرية أساسها التطور الهائل الذي طرأ على تقنية المعلومات وهو ما يشكل محورا رئيسيا في الاستراتيجية الأمنية المستقبلية معربا عن شكره وتقديره لفريق العمل المعني على ما تتضمنه هذه المشاريع من خدمات يتم تقديمها بأعلى مستويات الكفاءة والدقة والسرعة وبدأت فعاليات المعرض بكلمة ألقاها سعالة رئيس الأمن العام أعرب في مستهلها عن أمله بأن تحقق هذه المشاريع تطلعات معالي وزير الداخلية وتحقيق الانتقال المنشود بأن تكون شرطة البحرين مؤسسة عصرية متميزة تتبنى التقنيات الدكية وتعتمد الأساليب الحديثة في العمل مع العناية بالتدريب والتأهيل الكوادر البشرية بما يصهم في تعزيز الأداء وجودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية منوها في الوقت ذاته إلى اتخاذ تعليمات معالية بالاهتمام بحماية هويتنا الوطنية وعاداتنا الحميدة كركيزة للأمن المجتمعي نبراسا في رسم وتنفيذ مبادرات الشراكة المجتمعية ومختلف برامج الوقاية والحماية التي تنفذ بمعرفة مديريات الأمن بالمحافظات ومن خلال شرطة خدمة المجتمع وتضمن المعرض فيلما تسجليا حول إدارة مشاريع رئاسة الأمن العام وفق أسس علمية ومعايير مترابطة بشكل يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وبما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لافتن إلى إنجاز 28 مشروع متميزا والسعي نحو تحقيق مزيد من النجاح والتطور من خلال 41 مشروعا قائما والتطلع للبدء بتنفيذ 95 مشروعا مستقبلية وتتنوع هذه المشاريع بين تطوير وبناء القدرات وتعزيز الجاهزية ومشاريع التحول الرقمي والتطوير التقني كما اطلع معالي وزير الداخلية على إيجاز حول مستويات الأداء الأمني في مديريات شرطة المحافظات من حيث عدد البلغات التي يتم التعامل معها والخدمات الأبنية والمجتمعية بالإضافة إلى الأحصائيات والإنجازات التي تحققها المديريات من خلال مراكز الشرطة التابعة لها أما الإيجاز الذي قدمته إدارة تقنية المعلومات والنظم الإلكترونية فقد تضمن عدة مبادرات جديدة في مجال التحول الإلكتروني منها غرفة عمليات افتراضية ولوحة المعلومات الخاصة بالنظام الجنائي الموحد نجم والمنصة الإلكترونية الداخلية لخدمات إدارة تقنية المعلومات وفي سياق متصل تضمن إيجاز مشروع تقييم مراكز الشرطة استحدث دليل تقييم تجربة العملاء في مراكز الشرطة ونظام التقييم الإلكتروني وتطبيق مواعيد فيما قدمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عرضا يتعلق بمستويات الأداء والتطوير وما تحقق من إنجازات في هذا الجانب بعد ذلك تسلم معالي وزير الداخلية نسخة من الدليل الموحد لإجراءات المراكز الأمنية والبلغات والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات الشرطية في التعامل مع القضايا والبلغات بما يضمن دقة الأداء وضمان حقوق المواطنين والمقيمين وبعد تكريب معالي وزير الداخلية لعدد من الجهات القائمة على تنفيذ هذه المشاريع قام معاليه بجولة في المعرض حيث اطلع على عروض عملية وأخرى عبر الشاشات تخلى لها عرض الفرضية العملية لغرف العمليات ثم تفضل معالي وزير الداخلية بتدشين عدد من المشاريع منها تطبيق الهاتف الدكي الذي يختص بتلقي البلغات والشكاوى والاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل إدارات وزارة الداخلية بعد أن يقوم المستخدم بالتسجيل في التطبيق فيما يعمل مشروع التحول الإلكتروني للبلغات على مواكبة التطوير والتحديث الإلكتروني من خلال وضع آلية إلكترونية لإحالة البلغات بين مختلف إدارات وزارة الداخلية والنيابة العامة لضمان سرعة الإجراءات كما تم خلال المعرض تشين مشروع الاستجابة الأولى من خلال استخدام الإسعاف الوطني للدراجات النارية كوحدة إسعاف عاجلة في حالة الطوارئ بما يحقق سرعة الاستجابة وتقديم خدمات صحية أفضل بعد ذلك قام معالي وزير الداخلية بجولة في المعرض الخارجي حيث اطلع على عدد من الآليات والمعدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات العمل الأمني أيها الأخوة إن الانتماء الوطني قيمة عظيمة يستوعبها الشرفاء ويجسدها الأوفياء وأنتم خير من يحافظ على هذه المسيرة الأمنية بما لديكم من علم وخبرة وما تتميزون به من عزيمة وولاء وإخلاص للتعامل مع التحديات الأمنية في المرحلة القادمة خصوصاً وإننا أمام مرحلة انتقالية من شرطة تغليدية إلى شرطة عصرية بإذن الله أساسها التطور الهائل الذي طرأ على تقنية المعلومات وهو ما يشكل محوراً رئيسياً في استراتيجيتنا الأمنية المستقبلية ومدى أن أكاس ذلك على أدائنا الأمني بشكل عام وسرعة ودقة وكفاءة الخدمات الأمنية التي تقدمها الوزارة ويبقى المرتكز الأمني الآخر هو حماية هويتنا الوطنية وعاداتنا الحميدة من خلال تفعيل مختلف مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا بمشاركة المواطنين العزاء بتوجيهات ودعم من معالي وزير الداخلية المؤقر التزمت رئاسة الأمن العام بمسار التطوير والتحديث الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والشرطية للجمهور ومواكبة التطور من خلال تعزيز كفاءة وجهزية الإدارات التابعة لها بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية في مجالات متنوعة مثل مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وتعزيز التعاون الدولي والشرطي والتحول الرقمي والتكنولوجي وذلك لضمان استدامة الأمن والاستقرار وتقوم رئاسة الأمن العام بإدارة مشاريعها وفق أسس علمية ومعايير عالمية تحقق الترابط بين المشاريع بشكل يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وبما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة وأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد استطاعت رئاسة الأمن العام تحقيق نتائج إيجابية من خلال إنجاز 28 مشروعا من المشاريع المتميزة كما أنها تسعى لتحقيق المزيد من النجاح والتطور من خلال 41 مشروعا قائما وتتطلع للبدء بتنفيذ 95 مشروعا مستقبليا تصنف مشاريع رئاسة الأمن العام على عدد ثلاث محافظة للمشاريع وهي أولا محفظة مشاريع تطوير وبناء القدرات تهدف إلى تأهيل الكفاءات البشرية وصقل قدراتهم ورفع المستوى الفني والإداري وفق أعلى المعايير العالمية بهدف تحسين أداء الإدارات التخصصية للقيام بأعمالهم بكفاءة واحترافية وتحتوي هذه المحفظة على عدد 24 مشروعا تمن إنجاز عدد 6 مشاريع منها وأربعة مشاريع قائمة حاليا للإضافة إلى 14 مشروعا مستقبليا ثانيا محفظة مشاريع تعزيز الجاهزية تهدف هذه المحفظة إلى تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير المتطلبات اللوجستية المتطورة وفق أحدث التقنيات وتحتوي على 46 مشروعا وقد تم إنجاز عدد 8 مشاريع منها و23 مشروعا قائم حاليا بالإضافة إلى 15 مشروعا مستقبليا ثالثا محفظة مشاريع التحول الرقمي والتطوير التقني حرصا من رئاسة الأمن العام على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة وتقديم الخدمات الإلكترونية لكافة شرائح المجتمع فقد احتوت هذه المحفظة على مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى استخدام أحدث التقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي حيث تحتوي على 94 مشروعا تم إنجاز عدد 14 مشروعا منها و14 مشروعا قائم حاليا بالإضافة إلى 66 مشروعا مستقبليا الحقيقة المعرض يأتي اليوم تنفيذ التطلعات وتوجهات سيدي مع الوزارة الداخلية بتحديث تطوير صليب العمل وتبني التقنيات الحديثة في العمل والهدف الأساسي الحقيقة هو تسهيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وأن نتخذ كل ما هو متاح لنا من ناحية التكنولوجيا أو حتى تطوير أسليب العمل فيه أن نصل إلى المواطن وإلى الجمهور بأفضل طرق ونكون قريبين منهم لتسهيل ورفع كفاءة الخدمة هذه من ناحية من ناحية ثانية تعزيز المنظومة الأمنية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الشرطة الذكية الحديثة والنقلة النوعية لمؤسسة الشرطة إلى أن تكون مؤسسة عصرية حديثة يعني تطبق أحدث مفاهيم العمل الشرطي وتبني السياسات والاستراتيجيات التي تطبقها شرطة خدمة المجتمع في تعزيز ودعم الأمن المجتمعي في المملكة تشرفت اليوم ابتكريمي من قبل معالي وزير الداخلية بمناسبة تدشين أحدى مشاريع رأسة الأمن العام في كل سنة يطلق مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء مسابقة فكرة للابتكار الحكومي بحيث أن تهدف المسابقة لتحفيز الإبداع والابتكار في منظفين القطاع الحكومي وتقديم مقترحات فعالة ترتقي مستوى الخدمات المقدمة فمن أحدى البرامج الفائزة لمسابقة فكرة كانت المستجيب الأول واللي يسعى لتوفير استجابة طبية طارئة أو سريعة في كافة مناطق البحرين اشتركوا في القناة